قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى سلام عليكم بنات كيف تومي لبس عليكم كنت منكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بصحة وعافية وتكون احوالكم طيبة وتومي كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله اليوم سيكون اقتراح تلبية للطلب واحد المتتبعة اللي كان اعتذر منها اولا كان وجهة تحية وتانيا كان اعتذر من ناحية تعطل في تنزيل الوصفة كانت عندي شوية ديال الظروف و ايام مضغوطة صراحة الاسبوع ذا كيتزامن مع الامتحانات في المدرسة ديالاطفال ولهذا ما تمكنشي انني نزل الوصفة قبل فان شاء الله غادي نزل اليوم نحاول ان الفيديو ينزل اليوم باش هي تقدر توجدها تلبث مني معسلة او لا تحضير ديال رمضان يكون في المتناول يعني ما يكون فيه تشي فواكه جفة او لا شي مكونات لي تكون شوية عملة ثمن فانا غادي اقترح عليها وغادي اقترح عليكم حساسة ومحابباتي هاد المقروط اللي معتمد عندي وصراحة جربوه لمتتبعات ديالي وكان ناجح معهم وهاد المرة غادي نعملو بدون حشوة يعني اقتصادي جدا ما فيه لقل لا زيت للقل يعني في الفران وكذلك ما فيهش العمارة نهائيا وكيجي رائع وكلمة رائع قليلة في حقه صراحة من اروع المقروطات اللي ممكن انكم يعني تحضروها بالنسبة المكونات عندي هنا جوج ديال قياسات ديال السميدة المتوسطة اللي كان عملو بها البغرير والحرشة وعندي قياس ديال السميدة اللي الحجن دياله كيكون غلط ضروري هاد الاختلاف في الانواع ديال السميدة هو اللي يعطينا ديك القوام ديال المقروط اللي كان شريوها من المحلات اللي على بره يعني متعملو شي واحد النوع ضروري تكون متوسطة والغليطة باش كيجيونا ديك الحبيبات مسم من ديال الداخل وكيجيو شاربي العسل وخاما كان كليوه شي بالنسبة العبار عملو اخوذو العبار باش مبغيتو يعني زلفة كبيرة متوسطة صغيرة او لا تقدرو إلا كنتو بغيتو كيمية كثيرة تقدرو تعملو حتى كيلو مثلا ديال السميدة المتوسطة وتعملو نصف كيلو ديال السميدة الغليطة انا عبرت بهذه الزلافة اللي كتشوفوها معايا نفس القياس هذا خديتو ديال الزبدة يعني ثلاثة اربع ديال الزلافة عملت زبدة نوازت طبعا عندما كل شي تبارك الله كي يعرفي وجد زبدة نوازت كتعطينا مدق مزيون والربع المتبقي غادي نعملو ديال الزيت عادية نباتية هاد الكيمية ديال الدهن هادي كافية بالنسبة هاد القياس هذا وبطبيعة الحال اذا عملتو كيمية اكتر ديال السميدة قد تعبروه بنفس القياس ديال الزبدة باقي المكونات عندي هنا يدقيق اللي ضروري اننا نضيفو واحد جوج ملاعق ديال الدقيق او لاحسن ثلاثة خصوصا بالنسبة الممتدئات حتى اذا كنتو بغيتو تقليوه فهاد الدقيق هذا كيعاونكم ان المقرود تقريبا ان شاء الله غادي نعملو ففران ومع ذلك اذا ما كنشيف هاد الدقيق فالحجم دياله بحالي كي يديفورما وكي ما كيبقاش مزيون ففران هاد الدقيق هذا غادي عاونكم انه يبقى مجموع يبقى محافظ على الشكل دياله بالنسبة للسكر ضروري نضيفوه في المقروط اللي كيكون ففران باش كي يعاوننا نحصلو على ديك التحميره مزيونه اذا كنتو غادي تقليوه يعني لا داعي انا كنتو عملو السكر تقريبا عملت واحد ثلاثة ديال ملاعق ديال السكر وهناك تشوفوني كنضيفوه هاد السكر ديال زهرة البرتقال كي يعطيه مضاق مزيون في هاد المقروط هذا الملح بطبيعة الحالي دروري كنصحو به الدوق وضروري في المعسلات وخاحه جهلوه ضروري كنعملو ديك قريصة ديال الملح بش كتتعطينا كتتخرجننك هاد المكوينت عندي ملعقة كبيرة يعني ممتلي احسن ملعقة ونصف ديال القرفة بلدية من الاحسان تكون تحون علي اليد كتتعطينا واحد الملعقة مزيون وعندي واحد الملعقة صغيرة ديال التوابل ديال اللحم صدقوني كتتعطي واحد الملعقة مزيون هاد المقروط هذا اذا ما كانتش متوفرة تقدروا تعودوها برأس ملعقة ديال قعق الله يعني حبة الهيل ورأس ملعقة ديال البسيبيسة اللي هي قشور ديال جوزة الطيب واذا ما كانوا شمتوفرين قدروا تكتفيوا فقط غير بالمكونات اللي غاتشوفوا هادا بمعايا القرنفل وكذلك الباديان بالنسبة للقرنفل ضروري في المقروط المقروط هادا ديال اللي كيكون بلدي اللي شحالة ديكونا كانش رواغي المحلات وكيشفه واحد الماضيك صبح الله متميز ضروري السر ديالو هو القرنفل غير هو متكتروش يعني انتو ما كتشوفوا معايا عملت غير اسمي العقاء ديال القرنفل وغادي نضيف كذلك حتى الباديانا اولا نجمة اليانسون اولا اللي معروفة هنا يا باستريا ديانيس متواجدة في الاربولاريوس كذلك تقدروا تجبروها حتى عند المجزارة ديال المغربة حتى هما كتكون عندهم اما بالنسبة للحبيبات ديالي في المغرب فهاد شي متواجد تبارك الله عند العثارة كنوريكم بشكل ديالا كيفاش عامل الماضيق ديالا صبح الله هي علينا بحل حبة حلوة كتوتى بزاف مع الحاجة اللي كان عسلوها يعني نقدروا نضيفوها حتى فتفايا او لا تعسل ديال البرقوق ديال المشماش كتبتوا هاد الماضيق مزيون وخصوصا هاد المقروض كيجي بها مزيون بزاف هنا يا عندي واحد الخاليط ما بين النفع وحبة حلاوة صهدتم شوية وطحنتم غادي ناخد منهم واحد ملعقة كبيرة حتى هما غادي يضيفونا وحدناكها مزيونة كيف ما شفتوا معي انا استعملت بزاف ديال المكونات في التتبل ديال هاد المقروض حيث هو ما فيه لع مارة لا تشي حاجة فضروري سننضيفو له مكونات لتعطيه واحد البنة وتعطيه واحد لده ويجينا بحلي فيه شمارة ولكن هو غير مكونات بسيطة كيف ما شفتوها معايا كنبدأ نخلط المكونات الجفة كاملة مع السميدة حتى ينسجمو لي العناصر والتوابل مع السميدة ومن بعد غادي نبدأ نضيف المادة الدهنية اللي عندي باش غادي نبسوها هاد المرحلة مهمة في نجاح المقروض ضروري خصو يتبسس بسبيضة وتشربنا ديك السميدة الزبدة اللي عنها وكذلك الزيت وتلبس الحبيبات دياله كاملة ببليدة من اللي عنها وعاد كنخليوها على الاقل واحد ستة ساعة خدمتها دابة بالليل وفي الصباح ان شاء الله غادي ننكمل باقي المراحل يعني غادي نجمعها غادي غير الزهر وكذلك الخميرة ديال الحلويات ونمرو المرحلة ديال التشكيل من بعد ما مرتلي المدة الكافية على السميدة غادي نحاولا واحد الوعاء اكبر باش نخدم على الراحة ديالي وهنايا غادي نضيف لها واحد صبري ديال خميرة الكيميائية من وزن 8 جرام غادي نخدمها هي الأولى غادي نبدأ نضيف في الإضافة ديال السوائل حيث السميدة ما كتبغيش انها تتعجن كتطلقنا الجلوتين دياله وكتطلقنا الخيط وكتجي معجنة ما كتجيش مبسام الداخل هنا كنوريكم روح الزهر اللي غادي نضيفه الماء الزهر حيث انا استخدمت هذا العادي صراحة ما متوفرش عندي ماء الزهر اللي مقطر على اليد هذا كيكون مدق دياله مركز وكيكون احسن طبيعة الحال اذا كنت متوفر عندكم عملوه وكتقدروا تستغنو على روح الزهر انا ماشي متوفر عندي عليها ضيفت واحد القطارات باش هكده الماء الزهر تكون النكهة دياله مزونة ومعاز الزهر حيث المقروض كيبغيها حبيبة السميدة تشربت لي المادة الدهنية هذا عامل مهم من عوامل نجاح المقروض يعني تحترمو حبيبتي هذه الملاحظة ونعمل قياس الزلافة هي اللي عبرت بها السميدة كان عبر بها السوائل كان نعمل الزلافة الاولى ديال الماء الزهر واذا احتجت اني نضيف سوائل اكتر كنضيف غير الماء العادي ولكن الاضافة ديال السوائل ستكون بحاضر يعني ضيفوا الزلافة الاولى ثم كتختبروا السميدة ديالكم كتتجمع وضروري غيب رؤوس الاصابع يعني نهائيا ما تعجنوها شي هنا يكن نوريكم كيفاش كتختبروا كتحاولوا تشكلوا واحد الكورة غير هكده بيدكم اذا تشكلت لكم سفيك توقفوا وكتغطيوا الخالق مرحلة اولى هذه مهمة خصوصا بالنسبة الممتدية اتقنات لكم حبيبتي الاصرار كاملة باش ينجح معكم المقرض كتخلي وهي ارتاح مرة الاولى من الليك ترجع له مرة ثانية كتشربت لكم ديك ماء الزهر هناك تبدو تضيفوا الماء عادي بشوية بشوية هذا ماء عادي يعني من الصمبور سوف تبقوا تضيفوا هكده بحال كترشوا وكتجمعوا غيب رؤوس الاصابع وكتعودوا نفس العملية من الليك تشكل لكم ديك الكورة سوف يتعرفوا بان سميدة ديالكم خدت القياس ديال المضبوط ديال السوائل وكتغطيوها باش تسهل عليكم الخدمة وحاولوا تكون خفيفة في المقرض لان الحاجة اللي فيها سميدة ضغيئة تشرب و ضغيئة تنشف باش ما تضطروا انكم ضيدوا للماء اكتر واذا زيتوا الماء بزاف حالي يبسر المكونات ما كتبقها شي مركزة وصفين اقسمت هنا يعني الخليط اللي عندي قسم صغير على ثلاثة ديال القويرات وضروري نغطيوها باش ما كتنشفش هناك نوريكم اذا كنت سميدة معجونة مزيئة ومبسة مزيئة فضغيئة تشكل قويرة عندكم غادي نغطي هادو ضروري وغادي نخدم واحد لجوز انا نوريكم الشكل اللي انا اخترت باش نعملوا هادو المرة هدي غادي نعطيه الشكل التقليدي ديك المقروط اللي كناك نشري وهم المحلات وكي عجبنا عادي جدا تقدروا تستخدموا هادو الطابعة اللي غادي نوريكم اذا كان متوفر هو متواجد في الاسواق ولكن هنا يا ما نعرف وش يقدر يكون موجود حبيباتي خصوص المتتبع ديالي هي مقتربة وعاد جد ماشي مدة طويلة انها لتحقت الاسبانية فبزرد الحاجات تتقصي عليهم تقدر تستخدم غير السيكين يعني التبعه غير السيكين او اذا كان عندك الخاطر تقدر تنقشه بالنقش ديالي الكعب علش اللا اذا عملت كمية صغيرة فتقدر انك تنقشه اذا كانت تسميدة مجونة مزيان فما كتلت تصقش نهائي امسط العمل اذا اقتضى الامر كترش غير رشة خفيفة ضروري ماشي بزرد فعاد باش ما يقصح شي مقروط وتكون يدكم خفيفة وسريعة ومن الفوق متواجد في الاسواق كينا ديال الخشب ويجيب حل المستارة وفيه نقيشات حسب الضوء كترشو شوية سميدة من الفوق وكتضغطو سميدة الدور دياله انك يخلي ديال الرشيمة تبان في المقروط وصفي كتحاولو تفينيو هكدا الجوانب واصلا كيترسلكم الحجم ديال المقروطات وكتبعو غير طبع وكتقطعوها كده بسكين وكتوزو بسباتولة باش ما يتخسرش الشكل دياله وهنا يا اذا كان عندكم كذلك هاد برنسة هادية فهي كتسهل خصوصا على المتدئات كتعملو كويرة ديال عجينة وكتمروها شوية سميدة غير وجه دياله ومبعد كتطبعو بزيونار شما سهلة والأمر كتكون عندكم سهلة يعني ما كتدغطوش في هاد المقروط كي يجيكم سهل حاجة مهمة انكو قبل ما تدخلو الفران ضروري تقبوها كده بعود خشبي او لا انا عندي هاد الابرة ديال المطبخ يعني معقمة كتعملو كده تقب بحالي تعملو تنفيسة باش مكي تشققش بزيو بالنسبة للفرق سنو يكون مشعول على 180 درجة من الأسفل ومن الأعلى وضروري تردو عليه لبال مخصوصا يتحمل كتار من القياس هنا تحميلة كنوريها لكم كيف شخص جي يعني غير كيتدهب اللون دياله كتحسو بحال حليوة تماما في حال ديال حليوة تماما في حالي عملنا في شباكية يعني كيتم ولكن مكيتحمرش كتار من القياس وصار في مباشرة كنزلو في العسل بالنسبة للعسل عندي مسخنة يعني دافية من قبل وخليتها كده في المطبخ حتى كتبرد يعني كتدفى وكننزل فيها المقروض وكنخليه يعني وحد المدة طويلة يعني على في انتدار أن سينية أخرى توجد يعني تخرج من الفرن هادو كيبقوا في العسل باش كيشربونا العسل مزيين بالنسبة للعسل استعملت هذه النوع صراحة ممتاز أول مرة نستعمل هاد النوع شكرون السيد قلنا مزيين وفيه مياه في مياه طابعي وصراحة التمن دياله تقريبا ما وصل شيء تعدية الاورو ولكن الماداق دياله تقريبا في حل عسل حرة صراحة جاني أحسن ديال مركادونا والتمن ماشي ما كان شيش اختلاف كتير بينتهم فاستعملته مزيون بزاف يعني إذا جبرته حبيبتي تغير خوده يعني على الضمانة دياله وصفي بالنسبة للتعسيل ديال المقروض كنأكد أنه خصوية ياخد الوقت دياله في التعسيل باش كيشربنا العسل ملدقل حيث هذا ماشي مقلي ماشي في حال حاجة مقليا ضغياء كتشربنا كتخرج من الزيت وكتشربنا في العسل فهي كتشربنا العسل ضغياء هذا لا يعني خصوية ياخد الوقت دياله هنا كنوريكم التعسيلة وكنوريكم تبسيس اللي جات فيه جام سمد تماما بحال اللي كنشوفه في المحلة عسلت المرة الأولى ومن بعد عاودتو في المرة الثانية باش هكدا يشرب لي العسل أكثر وصفي وحتى إذا شفتوه شرب شوية العسل فما كتجيب تقدمه كتعمل واحد خوية ديال العسل وما كيجيش حلو بزاف ولكن واحد الماضاق صراحة صدقوني من أرواع ما يكون وهذا هو المقروض دياله كنتمنى المتتبعات ديالي تكون في المشاهدة أنا وفيتها والحمد لله وفيت بالوعد ديالي وكنتمنى المقروض ديالي يكون أعجبكم حسا تسمى حبيبتي وان شاء الله تجربوه كيف ما قدلكم هذا المقروض ديال الدقيقة تسعين كيوجود بسرعة ما فيه شي شي مقادر كثيرة وفي المتناول والماضاق كنوعدكم أنه ماضاق رائع جدا جدا خصوصا إذا استعملتم التوابل اللي قدلكم عليها في المقادر انطلقكم فيديو مقبل بحول الله نتمنى أني كنت توفقت فيها ونتمنى أنكم تكونوا جربتها وان شاء الله تقولوا لي في تعليقات كيف جدتكم شكرا للكم شكرا على المشاهدة وعلى المتابعة اطلقكم فيديو مقبل بحول الله مع السلامة